وعيدة الزهبية في ذلك في مسألة العبادات وفي مسألة العادات الأصل في العبادات المنع إلا بنص والأصل في العادات الإباحة إلا بنص ما معنى هذا الكلام؟ الأصل في العبادات المنع يعني إذا جاء بعضهم يقول أعبد ربك سبحانه وتعالى على هذه الطريقة أو على هذه الكيفية أو على هذه الصورة قل له أين الدليل الصحيح على ما تقول إلا داء الأصل في العبادات المنع العبادات توقيفية لابد أن يأتي فيها نص يجوز فكل عبادة لم يتعبدها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم فنحن لا نتعبدها وإن استحسنها الناس بعقولهم فلا استحسن في العبادات العبادات توقيفية يعني تسمى بالقاعدة الزهبية الأصل في العبادات المنع إلا بنص يعني كل عبادة لابد أن نسأل فيها أين النص فيها فلا توجد عبادة كل عبادة ممنوعة إلا أن يأتي نص من الله سبحانه وتعالى من رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة أن هذه العبادة تعبدنا الله بها سبحانه وتعالى الأصل في العبادات المنع إلا بنص والأصل في العداد الإباحة إلا بنص العادات أصل على الإباحة ومن ادعى أن هذه العادة من مأكل أو مشرب أو ملبس أنها محرمة عليه أن يأتي بالدليل على التحريب هذا الفارق في غاية الهمية وهو فارق دقيق جدا لأن الكثير منه يخلط ما بين العبادة وما بين العادة أكرر الأصل في العبادات المنع إلا أن يأتي النص يقول أعبد ربك سبحانه وتعالى بهذه الطريقة بهذه الكيفية والأصل في العادات الإباحة فهي على الإباحة إلا أن يأتي نص من الله سبحانه وتعالى نص من صحيح سمنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا من المحرمات